أمورة مرحبا كيف تكون صبايش و أخباركم ان شاء الله تكونوا بخير أهلا وسهلا بكلمة من المتابعة الجديد اللي انضموا لقناتي جديد فورا عملوا لي لايك وحطوا لي تعليق حلو وردات وروا الفيديو يلي هلأ أنا وسطور هون هنا ألتلقون تزيد غرفة النوم وضبت كل شي لدروج ويتقنوا الى الزوجين يُربني الزلما للمشاء يركب غرفة النوم الجديدة فقالي ضبي كل شيء كل شيء ضبي فهوني شلت كل شيء هوني تحت الفرشة هاي كان فيه كياس كل ما ايجي من محل شاري شيء جديد بحط الكيس تحت هذا تحت الفرشة شوفوا طلع كيس كياس خطيتم كلهم هاي كله كياس من تحت الفرشة فشلتم كلهم شايفين كيف هوني شدون هاي مهفسة الفرشة كمان لحنشيلة يعني حنجي فرشة جديدة لان الفرشة هاي كمان الراصورات يلي بقلبها طالعين يعني انا بنامها الراصور على فكرة فكمان لحنشيلة حنجي فرشة جديدة فهلا بس لحتى يجوا لحصوركم قم مقطع شوفوا صبايا الكركبة عن جد شي مطبيعي كتير كتير متضايقة محب الكركبة انا ابدا ابدا بحب يعني انا من انواع انه ايه بالاسبوع بساوي البيت مرة واحدة بمسح الارض مرة واحدة تمام بس ما تقليلي انه يكون فيه كركبة يعني هيك غراض 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 ما بحب اما انه المسح وتنظيف يعني احيانا بالاسبوع مرة واحدة بس بساوي الارض او بمسح الغبرة مرة واحدة بس المهم كل شي محلو فكتير متضايقة ممسادة لما تيجي غرفة النوم ووحط كل شي بقلب الغزانة وهون متل ما شايفين غسلت اليوم غسلت يعني الاسود واشبه سودا فلنشوف امتلح يجي ونضبضي بهالغراض عنجد هذا الاسبوع كله كركبة كله تنظيف كله هذا تعب ممسادة لما هيك اتركن وقعد وبالنسبة للبنات اللي عم يسألوني عم يقولوني انه انتي ما حت انتقلي على بيت جديد لا صبايا ما لح انتقل بفيديوهات تانية ان شاء الله بحكي لكم فو صار معنا وليش ما لح انتقل وهون الصبايا بعد ما راح زوجي يعني ركبوا الغرفة النوم اجا وركبوا غرفة النوم وراحوا طلعت انا بقى شوفوا الارض الوسخ فاتوا ببواطن فقعدت نظيف يعني كنست اول شي كل الغرف لانه غرفة الولاد وهي لانه الولاد صار يفوتوا يطلع يفوتوا يطلع يفوتوا يطلعوا فصاروا ياخذوا الوسخ من هون لهون فا اول شغلي عملتها هي نظفت كل البيت اول شي كنست كل البيت بعدين مساحتوا كلهاتوا مسحها ركزة والولاد طبعا فورا اول ما راحوا قلتولو نعودوا وقعدتونا على الكناباي وشاعدتونا تلفزيون لانه ما بيمشي الحال ابدا يمشوا وهي يعني انا وعم ضبو هنين يمشوا وراي ابدا ما بيمشي الحال فاليوم يعني كسرت هذا النظام وقلت يلا بلا ما جن لانه انجد الولاد اذا هيك عم تمشي وراي وانا عم بشتغل بدي اضايق كتير وعصب فقلت لهم خلاص عدوا اليوم قالوا لي ولادي انه ماما ما علينا تفرجوا على التلفزيون يعني هلا انه لازم الساعة ستة فقلت لهم ما علي شي خلاص تفرجوا على التلفزيون هلا لانه اليوم هلا بدي يضبوا وكذا اليوم استثناء فشاعدتونا تلفزيون عددوا المطبخ قايمة ايامته عنجد كل ارنة كل ارنة فيها غراض والله العظيم وجعني راسي عنجد هي غرفة النوم عجبتني عنجد قلت الحمد الله انه كله لخير لانه غرفة النوم هدليكي اللي عجبتني اواشي لحقها غالي كان معها شوفوني كان معها سباعية كان معها كنباية هي اكبر شكلها يعني اكبر من هاي فلو جبناها هدليكي لكانت ما وسعك بهي الغرفة ابدا ابدا ما وسعك بهي الغرفة فعنجد كله لخير يعني ابدا ما تزعلوا من شيء ما بيزبط يعني شغلة بتكون اياها وما تزبط قولوا انهم يعني ما تزعلوا قولوا هاي هذا الشيء لخير يعني بعدما مسحته الغذانة من كله وشوفوا نير المرايا الكوميديينات التخذ كمان من وراكلاته من هذا الفلين كمان كله مسحته وبعدين متل ما شايفين هون عم ضبضيب ضبضيب كل التياب هذا يعني متل ما رتبتون هيك هون ممكن انا بدل يعني ممكن غير مكان هون هون الدرجة على الجرابات غير مكان انه معي معي ممكن اني زبط لسه بدي اشتري كمان سلات ومنظمات كله هاتون هيك بدي زبط يعني بس هلا هيك كيف من كان حطيت يعني ادري المستطاح يعني حاولت اني رت هون بعد ما خلصت من الصدد ضبض الغراض يعني فتت على المطبخ بدي ساوي اكل فهي الاكلة عندي اياها هي المنقذة بساوية سريعة يعني وطيب الولاد بيحبوها ومفيدة اسما ماكرونة بعداس كتير سهلة يعني وقت هيك ما ماكن عندي وقت ساوي اكل فورا بحط الطنجرة بحط عليها عداس تreneي اarntعهم ماء حطه على الغاز بس تستوي عدسة تضاف out ماكرونه 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 كتكون صغيري لكن هون لفضل يكون صغير ماكرونه بعدين بحطнако بس تستوي الماكرونة اضافت ليمون اضافت عن بعض resistolve ايضا مصمم alymand ملح وفلفل وتكم كترني قطير وبعدها أضع رشة كذبرة إذا لم يكن لدي كذبرة وهنا لم يكن لدي كذبرة أضع دونس لكنها كثير طيبة ومفيدة للأولاد يحبونها وسريعة أحيانا بسعوية على الفطور أحيانا بسعوية على العشاء أكل سريعة وظريفة وهنا كما رأيكم بعدما خلصت كملت ضب الغراض وهيك بعدما خلصت ضب الغراض والتياب كلاتهم محلاتهم قلت لها حتى أمسح الشباك زحت شوية التخت التخت كثير تقيل التخت اللي كان قديم كتزيحه ما كثير هيك كان تقيل بهذا الشكل مع أنه لسه ما حطيت فيه بقلبه غراض وهيك كان تقيل زحته شوي بس بس لأمسح الشباك لأنه ما بتصدقه الشباك الدائلي ما مسحته تقريبا إلي شي 9 شهور أو أكتر بالصراحة أنا كتير تنبل بهالقصص يعني مسح شبابيك تعزيل مسح كنبايات مسح بواب قلب الخراسين كتير تنبل يعني أحيان بضل كتير فترة طويلة وما بعزل هي أمور التعزيل كتير تنبل هذي كل الفيديو تبع اللي ساويته بساوي البلكون في صبايا كتير قالوا لي أنه أنت موسوسة نظافة في واحدة قالت لي أنه أنت صغيرة عم بتعبي حالك ليش هيك صبايا أنا كتير أنتو ما بتعرفوني لسا أنا كتير يعني هذا الباب تبع البلكون اللي شوفتوها در صفاري اللي حوالين البلكون باب البلكون أنا هلأ هي صلي رابع سنة أو ثالث سنة قاعدة بهذا البيت رابع سنة يمكن ما دقرت فيه للباب يعني ما مسحته ولا أني حاولت نطفه بس قلت بس الصراحة أني أنا وقتها عم صور فيديو لإلكم يعني عم بيجي يتفرر على الباب عم بلاقي كتير بيقرب يعني مو معقول أنا ما كتشوفه كتتتغضى عنه كتتطنش عرفته مهم ما أشتغل بس وقتها عم صور لكم عم شوفوا أنه العمش وصخ العمش وبيقرب فقالت خلص بدي ساوي يعني فلا بالعكس أنا كتير كتير صغيرة بطنش بأمور النظافة بس تعفوا شو أهم الشي عندي الترتيب الترتيب شو ما الترتيب شو ما الترتيب شو ما الترتيب يعني صبعيا متى ما كان بيتكم مرتب وغراض بيتكم هيك بسيطة وخفيفة وقليلة بتحسي بيتك نظيف لو أنت صليك سنة ما معزني البيت عرفتو؟ يعني بتحسي البيت نظيف كأنه أنت يعني بيجي لعندك بفكرك أنه أنت قبل بيوم معزني البيت بس أنت صليك سنة ما معزني البيت عرفتو؟ نحكي بأي الأمور في فيديوهات تانية يعني المهم صبايا هون تاويت الشمباق نلضفته بعدين رجعت ومسحت الأرض ورا يعني ورجعت التخد لمحله وهي صبايا صارت غرفة النوم جاهزة بعد ما نلضفت ورتبتها ومدت سجاد شوفوا هؤلاء سجادات إذا ما تبعاتي من ثلاث سنين تقريبا جبتون وما بعرف هيك لا بقين على الغرفة ولا لا شوفوا أعطوني رأيكم هنا هؤلاء بيجوا ثلاث قطع وقت جبناهن نحن ثلاث قطع واحدة هي الطويلة شايفينها هيك جنب الامراية طويلة من هون هي كان لازم نحطها لغرفة كبيرة كان لازم نحط هيك بالنص وهدونا شايفينه هدو التنتين الصغار هدونا لازم نحطوا الطرف هنيكي عند الطرف التخت هون والطرف التخت هون هدونا التنتين الصغار بس بما انهم متل ما شايفين الغرفة ما مسعد إلا هي حاولنا نعملها حاولنا نغيرها الغرفة كتير صغيرة صايرة هيكي بالطول حاولنا نحط هذا التخت هون على هون عند الغزانة ما زبطت حاولنا نحط التخت هون على هذا الحل ما زبطت فما حسنا نعمل إلا هيك ما شايفينه فمشان هيك هدونا السجاعدات هيك هدونا هدونا صغار جنب بعض هي الطويلة هيك بس هنا ما هيكي لازم نحطوا كنتم عليا بس انهم حبيتهم ما بعرف العبئين على غرفة النوم ولا أعطوني رأيكم وهذا اللي حرامت المالت لكم هو قديم كمان عندي مثل التسنين طبعا ما لابق على غرفة النوم بس إن شاء الله ما عندي غيره للصراحة إن شاء الله مع الأيام بتيجيب واحد كمان حبيت بيج انتو شو رأيكم حلو بيج على ولا لا وهذا شو كمان بدي أرجعكم ها هاي الغرفة جاي مع كوميدينا ثاني شايفين أنا ما حطيت غير هاي كوميدينا هون شايفين ما في غيرها جاي مع كوميدينا ثاني وين حطيتها لأنه متسع أبدا متسع شايفين الغرفة الصغيرة وين حطيتها حطيتها هون هاي ها هاي ها نقرأ لكم من فوق شايفين كان إلى رجلين شوفوا إلى رجلين شايفين رجليها شلت رجليها وخطيتهم من فوق هايك شايفين منظره هون كتير حلو خطيت فيها غراض هايك أصوص ها شوفوا هاي الغزانة أول غزانة الغرفة يعني كتير عجبتني لأنه كبير كتير وبتسع هاي الغزانة هاي هاي هيك رفوف شايفين تحت حطيت انا هون اواعي وبجماعتي وهذه القصص نقعت هاي هدون الرفوف لأنه هيك زوجي طويل فما لحي ما لحي ينزل وينقع اواعي لأولو من تحت فأنا خطيتهم هون و وفوق شايفين فوق هدون كلهم كوي لسه لجوة 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 هون إنت هاي رفة الكوي وإذا بيطلع كوي بخطهم فوق هاي هاي اول رفة و هون حطيت حماعين هون حطيت الدف الكوي و هادي الدرج مثل ما قالت لكم هادي الدرج حطيته هون و هون فوق حطيت علب في هون سيشوار في هون أجهزة هايك شغلات لنتفت كنت هتين giveaway هدون العلب هدون العلبتين كمان حطيت في هون أغراض هدون أواعي زوجي هاي هاي هكا الجوكيات الطويلة هاي شوية حطيت اللونيون هون وهون اوعية كما رتبته وحطيته وهون هاي الغزانة صبايا شوفو هون هاي العلالية حطيتها له زوجي وحطيت جهاز الليزر والمكواية كيفين هيك حطيت وشو كمان حطيت هنيك الحرامات والشراشف وهيك هالقصاص وجوه مخدعت هون بهي الرفة وهدون الرفتين التعنيات اه بجماعة لزوجي وكنزار هاي بقصاص وهي عجبتني اكتر شي صلايا شوفوها شو حلوة هاي كتير عجبتني لو عاملين واحدة تانية لاقي لي مناطلين تبعات زوجي وهون هاي يمكن محطوا غرافار بس بالاسف ما في اه ممثل وقت كنا بسوريا عراس مناسبات وكل هي كل رجال عنده طقمين ثلاثة ما عدا تصفي هذا الشي ابدا هون بالغربة وهون حبيت هدون لدرج صباسم شوي حتى زفيت التصوير حطيت هدوني درج هاي كشف لانه انا بالبيت بلبس جرابات كتير وبهري كتير كتير شان هيك عطول اول ما ينهروا كبوم بزبالي فما عطا ما عندي لانه انا كتير بلبس اي شو كمان حطيت هون بشاكير يعد الدرج بشاكير هاي فين هيك حطيت بشاكير هون هاي شوفوا نير هاي شوفوا نير متل ما شايفين ما حطيت فيها الا هيستلي هيستلي حاطة فيها الغراد بس فقط اللي انا بستعملهم كل يوم بس هيك يعني الغراد اللي ما بستعملهم حطيتهم بالعدل وهي هاي شايفين هاي حطيتها هون شايفين هي فاضي ما بعرف الا ما يعني يجي هيك عن يعني يعني بعادي افكار اني حط فيها بس ما بدي حط فيها هيك ركيب هك شغلات صغيرة اني وقت بدي ايجي امساح ما بدي اتلبك فما بعرف شو شو رأيكم انتوش فيه شغلات هك زريفة وحلوة ونفس الوقت نستفيد منها وما تلبكنا فاعطوني افكار وهذا وهون بهذا الدرج حطيت فيها هون بحط فيها مطاطات هي كلياتهم بهذا السندوون لكعشات الادان هون مكياج مكياج هدون الادماء كلها هاتهم كبت نصون وشعفين هدون سفنجات بدون غسيل كلهم اللي زمان زمان مستعملتهم بدون غسيل تمام و هدا شي هيك يعني هادي يعني ها ما كتف عطفية غراض و شوفوا هاي منظر الامراية هيك من فو شايفين الامراية جاية قصيرة لازم هون يكون فيه كرسي او شي عرفتو هاي الكنباية الصغيرة ان شاء الله ما عمرون الايام بتجيب له هاي الكنباية فهي الامراية هيك جاية واطية فانتو عطوني رأيكم شلون حلوة ولا لا و لح ارفع لكم تحت التخط لاروجيكم كيف رتبت تحت التخط سواني سواني شوي سوفوا صبايا هيك رتبته اه خطيت كل تياف الشتوية به قلب هدون كياس ويجراء قلت منه الهواء ويمكنني لم اتحبت منه الهواء يعني اتركتو كياس معرفتو بس انهم يترتبوا ويمكنني تشاهدوا و المراوح الامراية اما عطيتو مراوحتين اللي عندي شوفو كمان حطيتو بكيس هادل يكن منسحب منه الهواء اما عطيتهم بكم لكنها قادرت شايفين خطيت المراوحتين كلام بقلبهم براقي وهايك قصص حاول يجى الشتوية شيلون كل الأصص فيه بقلبون وذون الشناتي الصغر كمان حطيتهم هون هون هذا كيس كياس كل الكياس اللي عندي حطيتهم بقلبون وهي عندي اياها لرياضة عمل فيها رياضة شايفين هيك وهون صبايا كمان عند هنيك الكومدينة بديجيب لمبادير هيك يكون حلو وتقيل هيك لونه بيج بديحط له واحد يعني واحد بديحطه هون ان شاء الله يعني هيك شوية شوية بصبت وكمان ديجيب شايفين فوق بديجيب تريا كمان تريا ان شاء الله كمان شوية شوية بديجيب بديجببت اه هيا اوه يعني اذا نحن نتقننا من هذا البيت على بيت تاني يكون هيك غرفة اكبر طبعا لحيكون شكله غير ان شاء الله هيك ناخد بيت وكون في غرفة اكبر يعني بصبية مثل بسوريا كان لدينا غرف نوم كيف كان لدينا مدينة هون مدينة هون خزانة على جناب السجاد يكون زابطة ليس هكذا مثل ما شايفينكم مدينة واحدة ماشي بحال يعني انا حبيتها حبيت الغزانة كثير لان كبيرة وبالضب الغراض كثير فانتو اعطوني رأيكم شو رأيكم صبايا حبيتوه ولا لا و بس هيك وهلأ وصلنا لفقرة اسماء المتابعين معي اول اسم اماني من سوريا اهلا وسهلا فيكي حبيبة قلبي معي تاني اسم فوفو اهلا وسهلا فيكي معي تالت اسم غينا معي رابع اسم حنان اهلا وسهلا فيكم حبيباتي معي خامس اسم اسماعيل معي سادس اسم رؤى اهلا وسهلا فيكم حبيباتي نورتو قناتي معي سابع اسم اناس ومعي تامن اسم ولا اهلا وسهلا فيكم حبيباتي معي تاسع اسم داليا معي عشر اسم مرام اهلا وسهلا فيكم كلكم كلكم عن جد شكرا لكم على تعليقاتكم الحلوة اذا بدكن الفيديو الجاي اللي بيحب اني اسكر اسمه كتبولي بالتعليق اسمائكم لحتى اسكر اسمائكم بالفيديوهات الجاي وبس هيك هذا هو الفيديو تبعي لليوم بتمنى يكون عجبكم اذا حبيتوه ما تنسوا تعملولي لك تشتركوا بالقناة وتعليقوا تعليق حلو مثل ما دايما بقلكم قلوب وردات اذا معكم شي تقولوا هيك حطولي بحبكم بثير سلام